من اجل توفير الكهرباء وعدم انقطاعها بالعاصمة الجمنة في هذا الموسم شديد الحرارة وعليه فقد حث رئيس الوزراء بهم باتاكي البير وزير البترول والطاقة والمسؤولين المكلفين بالكهرباء اخذ كافة الاحتياطات من اجل توفير الطاقة الكهربائية لكافة المواطنين تقرير حسن درموت منذ بداية هذا الشهر والاتفاق درجة الحرارة العالية وبدأ انقطاع الطيار الكهربائي وبشكل مستمر ومن هذا المنطلق دأ معالي رئيس الوزراء فاهمي فتاكي البير وزير البترول والطاقة بشير مدي والمدراء العاموني لشركة الكهربائي الجادية وشركة البطنية للوقود الجادية تباحث معهم حول اسباب انقطاع الطيار الكهربائي وما السبب في انقطاع الطيار مؤكدا رئيس الوزراء ان الكهربائي باتت من الاسباب الاساسية والضرورية في حيات المواطنين لذا حسهم على ضرورة الامل من اجل توفير الكهربائي وبشكل مستمر خاصة مع بداية مؤسم الصيف واخر الاجتماع وزير البترول والطاقة بشير مدي تحدث عن الاجتماع قائلا مؤكدا رئيس الوزراء والطاقة بشير مدرسة تبقى الاشارة الى ان مدينة انجمينة تشهد هذه الايام انقطاع في الطيار الكهربائي خاصة مع بداية مؤسم الصيف وارتفاء درجة الحرارة